مساء الفل على كل متابعين كان عط حريف أفلام فيلم النهاردة مأخوذ عن رواية جين أريار وهي رواية عجبت كل الناس الرومانسية اللي من هوات روايات عبير وما شابه والحقيقة إن الفيلم ممتع وبيغدك لعالم تحس فعلا إنك بتنتقل بين وراء رواقي مش مجرد فيلم وخلاص ولكن أنا لي رأي تاني هقوله لكو في آخر الفيديو وانتوا شوفوا إذا كنتوا معايا ولا لا بتبدأ أحداث الفيلم من جين أريار وهي بتجري وكأنها بتهرب من حاجة لحد ما قواها بتضعف وبيغم عليها وبيلقوها بنتين اسمهم ماري وديانا وبيخدوها لبيتهم اللي بيكونوا عايشين فيه مع أخوهم القص جون وهناك بيمرضوها وبيلقوها ما كانتش بقالها كتير ولما بيسألوها عن معلومات عنها بتبدأ جين تسرح بخيالها وتفتكر قصتها وبنروح معاها لرحلة فلاش باك وهي طفلة وعايشة في أصر خالها اللي تبناها بعد وفاة أبوها وأمها ولكن جين كان بيتم معاملتها أسوأ معاملة من ابن خالها السخيف وبتحاول جين تتجنبه طول الوقت لكنه في يوم بيجي الحد عندها ويجر شكلها ويدربها وجين بيكون خلاص فاض بيها فبتمسكه وبترنه عالقة بالرغم من فرق السن ما منهم وساعتها مامتو الحربوقة بتشوفها وبتطلب من الخدم يحبزوها في الأوضة الحامرة والمعروف عن الأوضة دي إنها مسكونة وطبعا طفلة في سن جين بتجيلها حالة من الرعب وهي محبوسة في الأوضة وبتبدأ تشوف دخان وكأنها علامات للجن في الأوضة بتحاول تستغيث وبتصرخ بصوت عهالي لحد ما بتقع من طولها فبتكرر مرات خالها الحربوقة دي إنها تمشيها من الأصر وبتجيب مدير مدرسة داخلي وبتعرفه على جين وبتقوله إنها يتيمة وجوزها اللي هو خال جين اتبناها وإن بعد وفاة جوزها حاولت بكل جهدها دراب البنت لكن جين شخصية حاقودة وكذابة ومش متربية وعشان كده قررت تدخلها المدرسة الخاصة دي وبتوصي المدير يشد عليها في المدرسة وحتى في أيام الأجازات ما تنجعش الأصر واتكمل عمرها كله هناك في المدرسة بتسمع جين الكلام ده وهي عارفة إنه كله كدب في كدب وإن مرات خالها ما حاولتش تربيها لكن حاولت تكهرها وتزلها وبس وقبل ما تتمشي بتطلع اللي جواها لمرات خالها وبتقولها إنها ستة شريرة وإنها بتكرهها وفي المدرسة من أول يوم بيتم معاكب جين لمجرد إن اللوح اللي بتكتب عليه وقع منها وبيطلب المدير من زميلاتها يقضعوها ومحدش يتعامل معاها وتفضل منبوزة الكل سمع كلام المدير مع عدى زميلتها هيلين واللي بقت صديقتها المقربة والوحيدة وبدأت هيلين تهون العيشة على جين لكن لأن جين حظها في الحياة قليل بتمرض هيلين وبتتوفى وبتكمل جين حياتها منطوية في المدرسة لحد ما بتكبر وبتشتغل في نفس المدرسة وبتخرج جين من المدرسة دي أخيرا وبتشتغل مدرسها في أصر واحد غاني جدا اسمه روتشستر ولما بتروح مش بتقابله لكنها بتقابل فيرفاكس مديرة الأصر واللي بتقول لها إنهم جايبوا جين عشان تدرس للبنت الصغيرة قادل فارن اللي تبناها روتشستر فبنحس وقتها إن روتشستر راجل طيب ومتبني طفلة يتيمة وبيربيها وبناخد عنه الفكرة دي قبل ما نشوفه أو نتعرف عليه بيتم معاملة جين في الأصر أحسن معاملة والحقيقة إنها بتكون علاقة حلوة مع قادل في وقت قصير وبتحبها قادل جدا وتعلقت بيها وفي يوم بيحصل حوار بين مديرة الأصر وجين بتقول لها في جين إنها عاشت عمرها كله محبوسة بين أربع حيطان سواء في أصر خالها أو مدرستها أو حتى هنا عمرها ما خرجت وانطلقت ولا عرفت أي راجل في حياتها فبتشجعها مديرة الأصر وبتطلب منها تخرج تتماشى وترفع عن نفسها شوية وفعلا بتعمل كده وساعتها بتقابل راجل على الخير بتاعه ولأنه ما كانش متوقع وجودها في الطريق بيتكعبل بخيله وبيقع وزي أي مشهد كليشي بنعرف إنه هو ده مستر روتشستر وده أول لقاء بينهم بتعرف ده جين لما بترجع الأصر وبتلاقيه وزي أي كليشي برضو بيكون التعارف بينهم فيه استفزاز ومن هنا بنعرف إنه أكيد هيحصل قصة حب ما بينهم بيبدأ روتشستر يسألها عن حياتها بس بأسلوب مستفز ولأنها شافت الأسوأ منه في حياتها كانت هادية ومتمالكة أعصبها وعاشت جين في القصر مبسوطة وحرة كانت بتعمل اللي عايزاه ومفيش أي نوع من أنواع التحكم زي اللي عاشته طول حياتها حتى مع وجود روتشستر في القصر كانت بتلاحظ إن روتشستر كئيب ومنطوي وبيبدأوا يحكوا مع بعض بيقول لها إنه مالوش في الأطفال ولا الناس المسنين طب ليه عمل حاجة بنيت أدل بناعرفش بس هو بيكسب سواب المهم إنه من هنا بتتطور العلاقة بين جين وروتشستر اللي بيلاقي فيها صحبة وانس وفي يوم بتزحى جين بتلاقي قودة نوم روتشستر بتتحرق فبيطفوا الحريق هما اللي اتنين وبيطلب منها ما تجيبش سيرة لحد وبنحس طول أحداث الفيلم إن روتشستر شخص غريب وورا مصيبة بس مش بنكون قادرين نحدد إيه هي وتاني يوم جين مش بتلاقي روتشستر وبتعرف من مديرة القصر إنه سافر وهي دي عادته يظهر ويختفي فجأة ومش بس كده دي كمان بتحكي لها إن فيه واحدة في حياته بيحبها وهيتجوزها فبتتسد مجين من اللي بتسمعه واللي بيتأكد لها لما بيرجع روتشستر مع مجموعة من ما عرفه وصحابه واللي بيكون من ضمنهم العروسة الغنية اللي من عيلة كبيرة اللي حكيت لها عنها مديرة القصر بتحاول تتحكم في مشاعرها لكنها مش بتقدر وبتكون غيرنة جداً وبيلاحظ روتشستر إنها متغيرة ومطفية وبيسألها عن السبب لكن طبعاً مش بتقوله الحقيقة وبالليل بتسمع جين صوت غريب ولما بتقوم بتكتشف إنه واحد من صحاب روتشستر مضروب ومصاب وإن روتشستر حاول يعالجه وصفاره بسرعة قبل ما أي حد من باقي صحابه ومعرفهم يصحى ويشوف الإصابة تاني يوم تصرف تاني غريب مش بتلاقي له جين تفسير بيجي لها جواب من مراد خالها الحربوقة بتطلب تشوفها وفعلاً بتروح جين وهناك بتكون مراد خالها بتحتضر وعاوزة توب بتقول لجين إنها ظلمتها وبتطلب منها تسمحها وبتقول لها إنها بعد ما دخلت المدرسة الداخلي جي عمها يطلب يتبناها لكن مراد خالها الحربوقة لأنها مش بترحم ولا بتسيب رحمة ربنا تنزل بتقوله إن جين ماتت في المدرسة وبتقول لجين عنوان عمها وطريقة التواصل معه بترجع جين لأسر روتشستر مرة تانية وبتقول لها مديرة الأسر إن روتشستر خلاص هيتجوز العروسة الغنية بتتجرح جين وبتطلب من روتشستر إنها تسيب الأسر بما إن وقت الدراسة قرب وقدلها تدخل المدرسة وقتها بيتمسك بيها وبيطلب منها تفضل معاه لكنها بتقوله مش هتقدر تعيش كعاملة في الأسر بعد ما هيكون له ست وإنها مش هتستحمل تتعامل بطريقة أقل من اللي تعودت عليها وبتكون مجروحة ومتأسرة وقتها بيعترف لها روتشستر بحبه وبيطلب يتجوزها وطبعا بتوافق وفي يوم جوازهم في الكليسة بيوصل الراجل بيكون هادم الملازات ومفرق الجماعات بيكسر فرح جين وبيقول للكل إن روتشستر ماينفعش يتجوز لأنه أصلا متجوز أخته فبتتصدم جين لكن روتشستر بيقول للكل إنه على الورق متجوز لكن في الحقيقة لا وبيوري جين مراته المحبوسة في القصر اللي بتكون مريدة نفسيا وأهله جوزه هالو علشان فيلوس هو عائلتها وبنكتشف إنها السبب في كل الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل في القصر زي حريقة قطو أو ضرب صاحبو وبيطلب من جين تفضل معاه ويسفر ويعيشه مع بعض من غير جواز لأنه قانونا مش هيعرفين جوز أتنين لكن جين بترفض وبتسيبه وبتمشي وبدعرف وقتها إنها لما هربت وجريت هو ده الوقت اللي فضلت فيه في الشوارع كتير لحد ما قواها ضعفت وماري وديانا أخدوها لبيتهم مع أخوهم القص جون وهناك بيلاقي جون للجين شغل بسيط كمدرسة في مدرسة ريفية بسيطة بمرتب بسيط جدا لا يذكر وبتوافق ومع مرور الوقت بيجي رسالة جين بتعرف منها إن عمها توفى وكتب لها كل صروته وفي يوم وليلة بتكون غنية ومن الرسالة دي بيكتشف جون إن جين تطلع قربته وبنت عمه لأن عمها اللي مات هو عمه كمان بتطبست إنه بقى لها أهل وعزوة وبتقسم الورثة عليهم ولأن جون متدين بيشوف جين زوجة صالحة ومناسبة وبيكون مسافر لشغل في الهند فبيطلب منها يتجوزها وتروح معاه لكن وقتها بتحس جين إن مشاعرها لسه مع روتشستر فبتعتذر لجون وبترجع القصر اللي بتلاقيه متضمر وبحروق وهناك بتقابل مديرة القصر اللي بتقول لها إن مرات روتشستر حرقت القصر كله وماتت وإن روتشستر اتصب العمى نتيجة الحريقة فبتجري عليه وبتقابله وبيقول لها إنه رفض يدور عليها بعد ما تعمى عشان ما يبقاش عبق عليها ووقتها بترجع جين لروتشستر بيتجوزه رغم عماه اللي مع الوقت بيخف منه وبيرجع له بصر وبعد ما بيخلفه أول طفل اليوم أما رأي اللي قلتلكو عليه في أول الفيلم هو إنه جايز تبقى الحدوثة حالمة رومانسية إلا إني شفت إن المعاناة أوقات بتكون اختيار في ناس من كتر معاشة المعاناة بتروح لها برجليها فجين لما كان في إيدها تعيش مع حب حياتها وهو ساليم وعرف ظروفه ومرض مراته وهيسافره ويبعده ويعيشه سوا إلا إنها رفضت وهربت ورديت تعيش في حياة أقل بمرتب ملاليم ولما روتشستر اتعامى وبقى مكسور قررت ترجع له يمكن آه عشان موت مراته وما بقاش متجوز لكنه حتى في حياتها ما كانش متجوزها فعليا أوقات كتير الناس بتلاقي في الشعور بالتضحية والعيش كضاحية أمان وراحة تفتكروا أنتوا من الناس دي؟ الحلقة دي من كتابة ريم هشام المعريفي وتعليق صوتي ستيفن حليم وبكده يكون الفيلم خلص لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة